مع ارتفاع واتيرة المعارك في سوريا والعراق ضد تنظيم داعش يضيق الخناق على التنظيم في البلدين وتتخلص مساحة المناطق التي يسيطر عليها الولايات المتحدة أكدت تراجع عدد مقاتلي التنظيم في العراق والسوريا لتتحدث التقديرات عن وجود ما بين 19 ألف مقاتلين إلى 25 ألف مقاتلين في صفوف داعش في البلدين بحسب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف ضد داعش بريت ماغورك وهو أقل رقم سجل حتى الآن منذ نشأة التنظيم بعد تقديرات سابقة بوجود 31 ألف مقاتل التطورات الميدانية تزيد التخوف من تسلل عناصر التنظيم إلى بلدان أخرى وتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية أوروبا تعيش قلقا مزمنا من عودة مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم الأوروبية بغية شن عمليات إرهابية فيها مركز الأزمات البلجيكي أعلن أن الشرطة البلجيكية تلقت تحذيرا ضد الإرهاب مفاده أن مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش غادرت سوريا خلال الشهر الحالي كي تصل إلى أوروبا عبر تركيا واليونان بالقوارب من دون جوازات سفر وهي تعتزم شن هجمات في بلجيكا وفرنسا في تركيا يسود القلق أيضا من التفجيرات الإرهابية ولسيما بعد عدة تفجيرات خلال العام الحالي استهدفت مدنيين وعسكريين في العاصمة أنقرة وفي مدينة إسطنبول ومدينة غاز عنتاب عند الحدود السورية أما الأردن فأعلن أخيرا المناطق الشرقية والشمالية الشرقية عند الحدود مع سوريا منطقة عسكرية مغلقة هذا الإجراء جاء بعد تفجيرين إرهابيين ضربا الأردن خلال شهر واحد استهدف الأول مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة فيما استهدف التفجير الثاني قوات حرس الحدود في منطقة الركبان عند الحدود السورية تنظيم داعش لم يعلن مسؤوليته عن أي من التفجيرين لكن أصابع اتهام وجهت إليه لبنان أيضا يأخذ احتياطاته على الحدود مع سوريا بتعزيزات عسكرية شرق البلاد ولسيما أن لبنان شهد خلال السنوات الأخيرة أكثر من تفجير إرهابي كلها حملت بصمات داعش تهديد الهجمات الإرهابية وصل أيضا إلى إيران التي أعلنت خلال الشهر الحالي القبض على مجموعات إرهابية كانت تخطط لاستهداف مناطق عدة في البلاد منها طهران وتمكنت أيضا من القضاء على مجموعتين إرهابيتين في منطقة أشنوية شمال غرب البلاد وعلى عدد من الإرهابيين قرب مدينة خاش في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران